ماذا يحدث هنا؟ ماذا يحدث في الكرة المصرية؟ ماذا يحدث تحديداً في النادي الاهلي؟ رقم 10 النهاردة يكشف كواليس ما يدور في النادي الاهلي بعد التعادل الأخير مع الداخلية تعالوا نشوف يلا بنا أولاً خلال جلسة مارس الكولر مع لعبي النادي الاهلي بعد التعادل مع الداخلية خص المدرب لعبه محمود عبد المنعم كهربا بالشكر على ما يقدمه مع الفريق وأكد أمام جميع اللاعبين أن كهربا يملك الروح المطلوبة أن يكون عليها الجميع وأن الفريق كان مفتقداً للروح التي يؤدي بها كهربا منذ عودته للعب مرة أخرى بصراحة كهربا فول مارك في كل مباراة لعبا مع النادي الاهلي حتى الآن يا يسجل يا يسنا طيب ثانياً انتقد مارس الكولر أداء أربع لعبين بالتحديد دون أن يذكر أسماءهم أمام الجميع حيث أكد أن هؤلاء اللاعبين لم يتعلموا من أخطائهم ويغيب عنهم التركيز ولا يلتزموا بالتعليمات كما هدت كولر اللاعبين بالكشف عن أسماء اللاعبين المقصرين أمام الجميع وهيتم استبعادهم من التشكيل حتى نهاية الموسم يعني من الآخر كده اللي هيهزر تاني اللي مش هيركز تاني اللي مش هيلعب بجدية تاني هيبقى خارج تشكيلة مارس الكولر لنهاية الموسم وبالمناسبة بالمناسبة مارس الكولر عمل كده مع برونو سافيو اللاعب المحترف اللاعب المحترف اللي هيدفع فيه الشيء والشويات مارس الكولر عشان شافه ما بيقديش بشكل فيه جدية شافه إنه ما بيركز فاستبعده من حساباته مبالك إنت بقى انت لعب مصري ومع الفريق وموجود يعني هتأثر هتبقى خارج التشكيل نكمل مارس الكولر أكد للعبين أن مباراة القطن الكاميروني المقبلة ببطولة أفريقيا لا تحتمل أي تهاون أو تقصير والفوز بها أمر ضروري وحتمي كما شدد على أن الفريق سيسافر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة سانداونز من أجل الفوز فقط لا غير حتى يؤكد على أنه قادم للفوز باللقب والعودة لكأس العالم للأندية مرة أخرى مواجهة القطن إن شاء الله بإذن الله الأهل هيكسبها هتبقى ميسرة في القويرة بإذن الله بس الأهم بالنسبة للنادي الأهلي هي المواجهة اللي بعديها مواجهة القطن الكاميروني في جنوب أفريقيا دي مواجهة مفصلية جدا عفوا سانداون هتبقى مواجهة في منتهى الصعوبة وبرضو في منتهى الأهمية نكمل أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي حرص على الحديث مع سلاسة لعبين بشكل شخصي وهم أفشا ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر من أجل منقشة أسباب تراجع مستواهم وفي حديثه مع طاهر أكد عضو الجهاز الفني لللاعب أن مارس الكولر مندهش من تراجع مستواه خصوصا وأنه يعتبره من أهم أجناحة الفريق ويصف كدراته بشد خد بالك طاهر محمد طاهر كان من الأعماد الأساسية مش بس من الأعماد الأساسية هو العمود الأساسي في تشكيلة مارس الكولر وبعضه بيحط التشكيلة لو تفتكروا في بدايات مارس الكولر مع النادي العالي إصابة الطاهر أبعدته شوية رجع مش بنفس المستوى اللي كان عليه في بداياته مع مارس الكولر نكمل سيد عبد الحفيز في حديثه مع اللاعبين أمس أكد إيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج محليا وأفريقيا ولكن ما حدث بعد ذلك هو توقيع غرامة على اللاعبين وصلت لنحو خمسين ألف جنيه وتم إبلاغ اللاعبين فورا بالعقوبة المالية على أن تخصم هذه الغرامة من أول مستحقات يحصل عليها اللاعبين في الأهل ما فيش هزار سادسا خلال الساعات الماضية تحدث وكلاء بعض لعب النادي الأهل عن وجود عروض لبعض اللاعبين وهو ما أثار غضب مسؤولي النادي الأهلي الذين طلبوا من اللاعبين عدم الحديث في مثل هذه الأمور مرة أخرى خصوصا وأن الفترة الحالية ليست فترة انتقالات كما أن ظروف الفريق محليا وأفريقيا لا تسمح بالحديث في أي عروض أو انتقالات عشان تهنية اللاعب والتأكيد على أنه ينتظر عودته هيبقى مفيد جدا للنادي الأهل كريستو لما يرجى كان أفضل لعب في هذه المواجهة كمان أختير أفضل لعب في هذه المواجهة مواجه تونس وزنبيا سامنا أيمن أشرف ده حكاية برضو مع مرسل كورر أيمن أشرف مدافع الفريق بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق أدرك أنه خارج الحسابات لذلك قام بالحديث مع أحد مسؤولي النادي وأكد له أنه تحت أمر النادي في أي وقت وأي طلب وكشف عن طلقي عروض من بعض أندية الدورة عن طريق وكيله حيث يفاوضه بشكل جدي أندية بيرامدز وفيوتشر وفاركو في حين تواصل معه بشكل ودي سموح حوال اتحاد السخندري وجاءت هذه الخطوة من اللاعب حتى يكون هو من بادر بإبلاغ مسؤولي النادي الآلي بالمفاوضات ولا يعلم عنها النادي من أي شخص آخر موقف محترم تاسعا يدرس سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الآلي السفر إلى جنوب أفريقيا رفقة السمير عدلي المدير الإداري للنادي قبل مباراة المقرارة عرب المقبلة في الدوري من أجل الترتيب لاستقبال بعثة الفريق في جنوب أفريقيا استعداد لمواجهة ساندونز في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا هذه كواليس ما يدور في النادي الآلي ما بعد مواجهة الداخلية في الدوري الممتز